لما نعمل الجنباري في ليه عشان نعمله حاجات من دي اما مقلق او ماشو او طواجن او شرب او رز بالخلطة يبقى نحتفز بالرأس والقشر والديل ما يترميش ابدا عشان هنطلع منه احلى واطعم شربة جنباري بتكون ايه حلوة اوي الله يا سلام نروح بقى ونقول الحكاية حلوة نبتدها بذكر الله والصلاة على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ولايك للفيديو يا جماعة هنا الجنباري البلد بقى شايف المنظر الجنباري الحجم الوسط او الكبير بيكون ممتاز معايا اتنين كيلو جنباري خدت منهم القشر كده والرأس والديل هخسلهم غسلة حلوة واعمل احلى شربة جنباري وشوح الجنباري بتاعي على الجريلا كده الاول تشويها على الماشي اما في حلة او في طاصة او شوية متجاز اللي موجود عند حضراتكم ولكن اللي هنا الايه الجريلا تشويحها كده الجنباري صف الماء بتاحته وحضر بولتين البولة الاولانية هيبقى فيها الزبدة والتوم والبولة التانية هيبقى فيها اللمون والملح والكمون والفلفل الصمر وشوية فلفل اخضر كده وشوية ماء صغيرين طبعا اللمون بتحط في الايه في الاخر وشوفوا الجنباري بقى التشويحة الاولى والتانية الجنبري يا جماعة بيخش في الشربة بيخش في الملوخية بالجنبري في الرز السفود الرز بالخلطة بيتعامل جميع انواع الطواجل منها الابيض والكاري والاحمر ممكن نعمله ميكسي مع عبيد السيبيا والسيبيا نفسها برضو بالبطارخ والفليه بيبقى طعم وجميل في منتهى الجمال والروعة تعالوا مع بعض كده لو جربناه مقلي بيبقى حلو في سندوتشات خصوصا لما تعملوه بتلحيسة النشا لو فاكرينها بيبقى ممتاز وحلوة هنا رشت الزبدة مع التوم اهو هياخد الريحة من التوم والطعم بالزبدة وبعد كده في الاخر انزل الصوص اللي هو اللامون زي ما قلنا فلفل الوان شوية شبت بقدونس كزبرة معاهم ماشي الملح والكمون وشطة والكزبرة يا سلام الله لا 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 الجنبري ده يا جماعة من احلى واجمل الاكلات اللي انا بعشقها واللينا بقى يا شيف رضا القشر والراس هنعمل ايه فيه و شايفين قصوص اهو في الاخر هنروح لشربة الجنبري حل على البتجاز شوية زبدة نشوح شوية تومي حمر هننزل بالروس بقى روس الجنبري والقشر ونشوح تشوحها حلوة وبعد كده ننزل ايه بما علاقة ونص دقيق ونشوح تشوحها برضو عند الخلطة بصل فلفل رومي طماطم كرفس بشر جزر كل ده هحطه على روس الجنبري والقشر بتاعه وشوح مع بعض وليه يدي ايه يا عمريضة عشان الشربة تطلع ايه تخينة سنة كده هنحط الملح والكمون والفلفل الاسمر البهارات بتاعتنا عادي كده تمام نسيبها تغلي لمدة تلت ساعة بعد ما نزودها مية وبعد كده نصفيها بمصفة او نضربها كلها في الخلط ونصفيها بس بعد ما نصفيها كده تطلع معنا الشربة هنحط معاها ايه مع كل بولة خمس عدان او ست عدان من دولار برضو نديلها غلوة بسيطة الله لا 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 يبقى شربة جنبري وجنبري مشوف ليه او جنبري ماء او طواجد يارب يكون الفيديو نهاردة عجبكم واستفدنا حاجة بسرعة وحبيب محمد بنورني يلا كلنا نشترك في القناة والفعل الجرس للكل واستنوا الافضل من حبيبكم في الله الشيف رضا شعبان فودا الى اللقاء والسلام عليكم